مرحبا؟ ماذا خير عليكم يا بايبي؟ حالة الجدي يجب أن نجد هذا الشهر؟ الجدي حزين نظر أن القوز يوجد أفلع دي حاجة واللي بيمر بي الجدي ده حاجة داني خاطص لا لا ده في هنا في بيج لوس في خسارة كبيرة في حاجة الجدي فعلا يعني كالت ده ديبريست زعلان جدا وندمان في حالة ندم أنا خسرت حاجة كبيرة جدا يكون معرفش خسر ايه؟ بيتشار خسر شخص خسر حاجة خسر نفسه في حاجة خسرها خسر كرامته خسر حاجة المهم هو حبيب يجب داني وزعلان جدا وهو متسحب تماما يعني هو مش شايف حاجة عادية بس في حاجة بيقولك الكارت ده بور لي بورج الجدي لا انت مخسرتش كل حاجة يعني فلنبرد انه مثلا انت خسرت شركة مثلا نزععالك في حاجة وحس انت خسرته لا انت الديت كتير قوي شائعين داخل شكرا شكرا سر ايجماعين يعني ما تزعلش انك انت التفاكد انت عملت اللي عليك انت تعملت بشكل كويس وبطقيقة لائقة وكل هي عملت اللي عليك فمفيش داعي للبوكاء على اللبن المسكوب أنا بكرني بسامي التد ده كراينج اوفر سرل ميلك انت بتعيط على اللبن اللي اتدلق. اللي اتدلق خلاص في ستين دهين. يا رحمه يا رحمه. فخلاص اللي حصل حصل. ما تزعلش نفسك. ابتدي دور على النور اللي جواك. الدنيا عندك مضلمة خاص. فيه نور لسه جواك. دور عليه وكبره. كبره. ايا كانت الخسارة. ايا كانت الخسارة اللي حصلت لك. لا مش اخر دنيا. مش عقص ما اخر دنيا. تمام. وما انتعانيتش. ما انتعانيتش. لا. خلاص. لو حاجة خسرتها بسين دهين. تمامش في نفسك كده. الجدي نفسه في ايه? ده هايروفنت. ده هايروفنت هنا عارفين لما تبقى الدنيا بوزت. وانا عايز بوزها اكتر. بقى بقى انا ايه? حبوزة الدنيا خاص. ده معناه ان الانسان بيمر بتجربة مخيفة جدا. وصعبة جدا. قصية جدا. يعني بيهد المعبد على دماغه. مش مش ده حصل. مش ده باص. طب انا حبوزة الدنيا خالص بقى. ليه يا حبيبي? ليه? على الهادي خالص. ايه اللي حصل? الموضوع مش مستاهل انك تهد المعبد على دماغك بالشكل ده. طيب. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك? يا برج الجدي. طلع لهواك. لا طلع لهواك. لو انت محتاج تشاهد حد على حد. والموضوع بفعلا انا شايف ان هو ممكن يكون يستدعي. لو دي علاقة عاطفية. لا ممكن نبتدي انه يجق بقى للناس الكبار. ونحكم الناس الكبار. وحصل كذا كذا كذا. مين الغلطان؟ حك بحد. وشايفة انه لو في حد مزعلك من صحابك من قريبك. اين كان هما مين؟ لا بص بقى عصايتك وروح بقى ايه؟ طلع اللي عندك كله. ما تكتمش جوه نفسك. ما تكفتش جوه نفسك. وطابك تعمل في نفسك كذا. لا. قول اللي عندك. لو هتتخاني اتخاني. مش مشكلة. اتخاني وزع. وعمل اللي انت عايزه. بس انت محصلاتش. تمام؟ خد بالي فعل. لو هي خسارة شخص. كل يعني ما فيش حد عزيز على ربنا. كلنا في الاخر رايحين. قول الحمد لله. في مكان احسن. ونصبر نفسنا بالكلام ده. ندور على النور اللي جوانا. لحد ما نعدي الازمة دي. لو هي في حد بعد عنا. ما في الستين ده. هعمله ايه يعني. بتعملش في نفسك كده. لو ليك نصيب فيه. او ليك خير فيه. هايجي تاني. مش هروح في حده. ما تعملش في نفسك كده. لو فيه فرصة. راحت منك. عملك اللي عليك. انت عملك اللي عليك. اجتهد. خلص. ما تزعلش. تمام؟ في كلتا الحالات. لازم تخرج من الحالة دي. فقصر على وقتها ممكن. فاحنا بنتكلم. انا. الرسالة الجاية. اللي اخترت ده. انه حد. بيطلع الطاقة لجوتي. طلع الطاقة سربري جوتي. اي ان كان شكلها. عمل السي. لو حتطلعها مسلا يعيف اهلك. فقريبك. انك تدخنك. لأسباب من غير سب كده. طلع على الغضب اللي جواك. اوكي. طلعوا. هترتاحها. طيب. ايه الحاجة اللي انت مش عارف تحققها او العقابات اللي قدامك. مش عارف توصل لسلام داخلي. السلام. مش عارف توصل لحدة السكينة والسلام. الكارت ده لينا صايح. ومش جاي كده وخلاص. بيقولك. افصل شوية عن السوشيال ميدي. او خيانا قول. لو ناس هم اللي بزعلين لك يعني. لا افصل شوية الخيشة ولا حسمع بقى انتو بتقولوا ايه ولا حدقي نفسي اصلا. ولا حبصي لكو اساسا. انربيز. خش بوا نفسك. انا بس. انا بس. انا بس. انت قاعد معا نفسي بس. الكارت ده كمان معناه. السلام. التعبود ده. اللغة الجسد بتاعت الكارت. انه انت هتوصل للسلام المساعدة. انك يعني تبتدي تعمل صلوات وتدعي. دعوات كتير جدا. تدعي. التأمل كمان كويس جدا. جدا. اني افصل شوية عن العمل من الخارجي بتاعنا يا جمعة. افصل شوية عن الواقع. خلاص لقعيش شوية في خيالي انا. انه انا روحت مكان تاني خالص. وفي حدة تانية خالص. نفصل شوية من العلم المادي. وشوية بخش فيه حالة فيها روحانيات بكتر. وان انت تقابل نفسك. فعافين الهتة دي تقابل نفسك. تمام. فدي التحديات اللي عند برج الجدي الشهر ده. انه يوصل لمرحلة السلام. كله في ايدك. والحاجات اللي بتساعد زي ما قلنا. العبادات. الصلاة. الدعا. الحاجات دي كلها. التأمل. كل الحاجات دي بتساعد جدا. ان شاء الله توصل لحاجات بويس. طيب. النتيجة بقى بعد كل القرف اللي انت معادي بقى. فيها جرج الحمى للشهر ده. ايه اللي انا شايفا في الاخر. طيباني كارت ده. الكارت ده. اما قمومة. تمام. المستنين اطفال. المستنين حمى. اوكي. والله ابو اعلم. وممكن يكون اللخبطة دي كلها. بسبب حاجة دي. نشك. آآ. جواز. انه طبعا احنا اتعودنا. وجرى العرف انه قبل اي جواز لازم بتحصل. كم من مشاكل المهوم. ده. والصدمات الفضيعة. بتحصل. آآ. او. خلينا نقول انه اذا كان لها ولا ده. فالجدي. بيوصل للحت اللي هو عايزها. لا. هتوصل في الاخر ان انا لا انا مبسوط. وبيرجع تاني. في حالة عطاء. وحب للنفس. وحب للاخرين. والدنيا هتعدي. بشكل عادي جدا. النصيحة اللي هنصح حوالك. خرج لجواك الاول. الاول خرج لجواك. طلع. الحاجات اللي مزعلات. في اي صورة بقى. اطعيط. اطعياطي. ايا كان. الشكل بقى عمل ازاي. كل واحد دي طريقا هو بيخرج الطاقة. السلبية لجواة. او الغضب لجواة. تنفسوا. اتقم. اعملوا يوجا. الحاجات دي كلها اهلوا شوية. ونوصل للسلام الداخلي بتاعنا. ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسة دي. فنفسيا شايفة الجدي شهر ده. لا فعلا تعبين. من اكتر الابراج. اللي قرناها النهاردة وفعلا بيعاني جميل جدا شهر ده. بس شايفة النتيجة بالاخر هتكون حلوة. مرضية للجاة. ان شاء الله هيكون مبصود. الحمد لله. طيب. تعالوا نشوف مديا وصحيا اخبار الجدي ايه. مديا اولا. حلو قوي. اتحل مديا عن الجدي. ان شاء الله مستقرة. اه. لا. هي خلينا نقول على اقل تقدير مستقرة. لان ده. فالحالة المادية عنده كويسة جدا جدا. ما شاء الله. حلو قوي. بالنسبة للصحة. كمان كويسة جدا. الحمد لله. الصحة هيلة ما شاء الله عند الجد. اه. نشاطه كويس. والدنيا عنده كويسة جدا. مع انه. نفسيا مش بزيعة. بس الحمد لله. الصحة حلوة. الحمد لله. والحالة المادية. مستقرة. اوكي. المرد تسأل على الصفر. بها. بشكل كبير شايفة ان شاء الله ممكن يحصل. يعني في هنا حاجة. قطع مسافات سريعة. هنا ان شاء الله ممكن يحصل. وهنا في حالة. الرضو. انه بيحمد ربنا الحمد لله. وده اللي بتسعوله. ان شاء الله باسم الله. والله اعلم طبعا يحصل. طيب. نبتدي بقى القرية العطفية. العفية امي. اوكي. بورج الكاتي. بصي حبيبي. الصحة طبعا انت اضرب حاجة. بس ممكن تكون الحالة النفسية. اه. لو القراءة العامة مطبقة عليك. الحالة النفسية مؤثر على حالتك اللسدية. يعني انا من الناس لما بزعل. على طول بعي. على طول. بعاني من مشاكل يعني مباشرة في الصحة. فلو دي الكيس عندك. الموضوع كله لك حالتي نفسيا هتبقي تمام. اه. فانما لو الكيس غير كده وحبيبت ربنا ان شاء الله يعافيكي عدة مشاكل. اهتمي بالموضوع. اهتمي بخوني شو في التبع يعني. طيب. معلش هنشطي الكوك تاني. فيه جزء من الحالة العامة عند برج الجدي بسببها العطف. جزء بس مش كله. يعني مش زي ما شفت عند القوس. انه. اه. الحالة العطفية جزء كبير جدا. يعني حوالي 90% من 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 حالة العمل. مأثرة على الحالة العمل. النسبة اللي جادي فيه نسبة او. بس مش كبيرة زي القوس. القوس. حالته عاملة ازاي? اه. القوس شايفة انه هو عنده حتة. حاسس انه هو مسلوب الارادة قدام شريكو. تمام? انه. الشريكو هو اللي بيتحكم في مصارى الامور. افرح ولا حز عنه. حدا يقول حب صغ. كأنه هو اللي مصيطر على الامور. وده بمزاج اللي جاتي على فكرة. هو مش غزب عنه هو مزاجه. هو لو عايز ما يبقاش فيه تأثير مش هيكون فيه تأثير. بس هو بمزاجه. مزاجه. مستسلم تماما. مخطيب الموضوع في ايد الشريك. تمام? ثقة بقى بيثق فيه جدا. هبلي. نحن مش قادرين نعرف. لكن. دي دي مش من الحالات الكويسة اللي بشوفها في العلاقة. انه الشخص يكون هو اللي بيقرر. للتاني. حيبقى مبسوط ولا لا. لا معلش. مش مش ده خالص. مش صح خالص. اه يعني حتى لو فيه مشاكل. وانا شايفة ان اتطاقة فيها مشاحنات. هي. اتطاقة فيها مشاحنات. انه انا اتأثر بالشكل الفظيع ده. بناء على رغبة شريك. لا. ده ابني ادم زي وزي. وهو معندوش القوة انه هو يتحكم في حياتي والشكل العام. ونفسيتي بشكل ده. يعني حاول يا برج الجدي. ما تخليش السيطرة الكاملة. في ايد شريكك. تمام؟ شريك الجدي الجدي الناحية الثانية انا شايفة ان اموره تماما تمام. يعني مفيش بعد كده. عنده بس طبع. يعني لو المشكلة. مشكلة. في مشكلة عاطفية ما بين الجدي واشريكه. انت متبهدل خالص. وهو تمام. اه مفيش حالة خالص. لأ فعلا ومش بيمسك. لأ هو فعلا تمام. هو مبسوط جدا. والدنيا عنده تمام جدا. كميس؟ الجدي النافسه في ايه؟ لو حصل الانفصال أو بعد مع rugged بشكلها أو باخر ما بين الجدي واشريكه. الجدي نفسه ويرجع. نفسه ويرجع. ونفسه صالح. يمكن يكون الجدي اخطأ. يمكن الله substance عini عشان كده عايز يعتزر. أو ممكن يكون ماخطأش ولا حاجه. ودي اللي جاية لي. انه مязنوров.OTEL تعتذر على ايه؟ لو انت مغلطتش تعتذر على ايه؟ فأتي الطاقة بالضبط اللي جاي لين هو عايز يرجع شريك الجدي نبسه في ايه؟ هو يعني هو كمان نبسه فرصة ان الوضع يتصلح يعني برضو هو مش سيء ان هي قوي هو عايز فرصة ان الامور تتصلح وترجع تاني في الشكل الطبيعي بتاعها عايز فرصة يعني هو مش هيعمل ده من نفسه لوحده لأ هو لازم يبقى في عامل خريجي ومبره فهي تيجي كده قال يعني صدفة فهمين قصلي ازاي؟ فهو عايز فرصة الجلد يشال شريكه ازاي؟ The high priestess المحدد اما انه The high priestess بتروحي بحاجة من اثنين في حالة كانت مستخبية وتعرفت وحاجة مستخبية دي مش تازل مستخبية مستخبية عن الجدي ما كانش يعرفه عن شريك وعرفه بان ظهر فابتدى انه هو ايه في حاجة اتكشفت فده الاكتر اللي انا شايفة انه في حاجة كانت مستخبية او محجوبة عن الجدي واعرفها تمام؟ طيب الشريك الجدي شايفه ازاي بنتحصر انا اتضحك عليك وليكنش اتضحك عليك ففي حالة حصرة اللي هو لا انا مكنش عايزة من الحسابي على كده او انا كنت اتوقع احسن من كده ففي حالة حصرة شوي حلوة كويس من انتشارك يعني الحمد لله طيب اللي بيحصل الشهر ده الطاقة طبعا زي ما قلنا فيها مشحنات فيها جدال كتير قوي جدال 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 الشهر ده اللي بيحصل في حالة ايه ترقب يعني بترقبوا بعض فلو انتو حصل عندكو بعض فلسه مرقبين بعض لو انتو مع بعض كل واحد هيعملي بقى هتعملي معي دلوقتي في حالة ترقبوا كويس وحذر شديد جدا تتعمل مع بعض بحذر كويس؟ حلو جد طيب اللي بيحصل الشهر اللي اللي هو شهر الستة والله او اعلم طبعا في حالة تخوط شوية يعني شوية كويسين شوية مش كويسين انتو لسه مش فاهمين يعني في حالة تخوط لان انا شايفة اكتر حالة تخوط شوية الامور كويسة جدا شوية مش احسن حاجة موضوع متقلب زي الموج طالع نازل ففي عدد استقرار شوية الشهر اللي جاي لكن الموضوع شايف على شهر السبع والله واعلم برضو طبعا بيتحسم يعني خلاص بنابتدي بقى ايه نتعافى من الضربة اللي جات الشهر ده والتعافى ده يا جماعة طبعا والله اعلم حيبان معانا اكتر وقت الشهر قراءة الشهر هل اللي جاتي بيحسم الموضوع وخالص انا هقفل الصبحة ده تماما وطلع الانسان ده من حياتي خالص ولا بقفل الصبحة الوحشة ولا بكدي صبحات كديدة مع بعض وبنكسر حاجات الوحشة حيبان معانا اكتر ان شاء الله في شهر سبعة ابقوا معنا تمام تعالي تشوف كروة الحكمة هتنسحكم بايه برك الجديد truth be told